الأصول القانونية أيضاً عندنا أكثر من 750 مادة قانونية تدعو إلى الصلح والوساطة والتحكيم أذكر على سبيل المثال نبدأ بقانون 758 المعدل والمتمم المادة 459 بعدما نص هذا القانون في المادة 53 إلى غاية المادة 159 على الالتزامات والعقود ثم جاءت النصوص على ما يتعلق بالمقاولة والوكالة والكفالة وكل هذه الأمور العقود التي يديرها الناس إلى آخره إلى غاية المادة 673 نجد المادة 459 مثلاً نصت مباشرة على ضرورة عرض النزاعات على رجال الصلح بل عرفت عقد الصلح ونصت على التنازل وكأن المادة تقول لنا لا يمكن أن يتحقق التصالح عند التنازع إلا بالتنازل قاعدة ذهبية لا تقبل إثبات العكس لا يمكن أن يتحقق التصالح عند التنازع إلا بالتنازل يجب أن تقديم تنازلات وهذا المعنى أشارت إليه المادة 459 من قانون 7558 المعدل المتمم القانون 7559 هذا أيضاً معدل ومتمم نقرأ من المادة 217 إلى غاية المادة 330 نصت على الصلح القانون 9002 متعلق بمنازعات في مجال العمل المادة 6789 نصت هذا ربع مواد نصت على المصالحة هذا هو عنوانها من المادة السادسة إلى غاية المادة التاسعة نصت على المصالحة والمادة 10 11 12 نصت على الوساطة هذه قانون 9002 نقرأ أيضاً في قانون 9004 أيضاً نقرأ في القانون 8411 المعدل والمتمم بالأمر 05-02 الصادر في فبراير 2005 خاصة المادة 49 التي أشرت أيضاً إلى الصلح وتأتي المادة 222 من القانون المذكور بالحرف الواحد كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية مادة واضحة تدفع القاضي إلى الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند وجود فراغ تشريعي المادة 222 كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية وهذه المادة تساوي المادة الثانية من قانون 91-10 المعدل والمتمم هذا في مجل الأوقاف على غرار ما ورد في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية تقريباً نص متشابه بين نص المادة الثانية من قانون 91-10 ونص المادة 222 من قانون 84-11 ونقرأ أيضاً في قانون 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية من المادة 990 وما بعدها نصت هذه المواد على الصلح مباشرةً ثم المادة 994 وما بعدها نصت على الوساطة الوساطة القضائية والمادة 1006 إلى 1038 نصت على الأربطراج على التحكيم المحلي الوطني داخل الوطن ومن المادة 1039 إلى غاية المادة 1061 نصت على التحكيم الدولي خاصة في مجال التجارة الدولية حيث أن الشركات الآن تتحرك على مستوى الكورة الأرضية وهذا التحرك لهذه الشركات وهذا الحضور أدى في كثير من الحالات إلى وقوع نزاعات مع الاختلافات القائمة في الشريعات المتعلقة بمادة الاستثمار والأمبور إكسبور والاسترد والتصدير كل ذلك أنتج وأفراز العديد من القضايا على المستوى الدولي فهذه المواد القانونية في التعديل الجديد تتصدى لمثل هذه النزاعات ونقرأ أيضا في قانون 66-156 المعدل ومتمم قانون الإجراءات الجزائية هذا تعديل جديد المصالح هذه تكون حتى في المجال الجزائي خاصة في المخالفات وفي مادة الجنح لا في مادة الجنايات أما في مادة الجنايات هناك أمر آخر القضاة يستأنسون بمحاضر الصلح التي يحررها رجال الصلح ونساء الصلح في هذا المجال قد أبين ذلك إن شئتم في مجال المناقشة طيب أكتفي بهذا الجانب لأنه قوانين كثيرة جدا في الجزائر كلها تدعو إلى الصلح والمصالحة إذا شئتم رحوا الأمة الإسلامية أظنى عندنا قوانين في موريطانيا في تونس في المغرب في مصر في سوريا ولكن المنظومة القانونية الجزائرية ثرية جدا تحت هذا الكلم خط جميل ثرية جدا تقريبا لا تضاها المنظومة القانونية الجزائرية من ما وجدناه في منظومتنا لا مثيل له في المنظومات القانونية عبر العديد من دول العالم